اشتركوا في القناة التكنولوجي في هذا المجال والعقود طويلة الأجل والأسعار العادلة والسياسات التي تشجع على الاستثمار لتحديات في المجال التخوي فإن التحديات اليوم تتطلب منا تعزيز الحوار والعمل المتعدد الأطراف الذي يؤدي إلى تحقيق الذي يؤدي إلى تحقيق الأهداف التي وضعناها عند تأسيس منتدانا هذا توسيع المنتدى ودعم جهود الاستثمار وترقيتها بالاعتماد على التكنولوجيا لتثمين الغاز ودوره في الانتقال الطاقوي من بين النقاط التي ركز عليها أيضا رئيس الجمهورية يجب أن نواصل تطوير موارد الغاز بالاستثمار المستمر والتعاون في التكنولوجيات والابتكار وتطوير تقنيات الاستخراج والتسويق لا سيما من خلال معهد البحث في الغاز تابع لمنتدانا والذي تسعد الجزائر باحتضانه ليكون إطارا للتعاون العالمي والعلمي عبر تبادل المعلومات وتقاسم الخبرات والمهارات الحوار والعمل المشترك من بين المبادئ التي دابت الجزائر على اعتمادها وها هي اليوم تؤكد عليها مرة أخرى في سبيل الوصول إلى رؤية مشتركة تحقق التوازن في سوق الغاز بما يرضي جميع الأطراف من مصدرين ومستهلكين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر